اشتركوا في القناة في فرق ما بين شخص كان معاه روح مساعدة في وقت الصدمة واثناء الصدمة وبعد الصدمة مباشرة في فرق ما بين شخص لم يحصل على مساعدة يعني فرق شاسع جدا فرق كبير جدا ما بين شخص حصل على مساعدة وقت الصدمة ما بين شخص ترك أو هو يمكن أغلق الباب ورفض المساعدة أو لم يطلب المساعدة في وقت الصدمة في فرق حتى لما أنت تجي تتحرم من الصدمة لما تجي الآن تنظف وتحطها على الطاولة وتعيد في فرق ما بين شخص متروك لحالة مع الصدمة في مواجهة هذا الوحش وشخص كان معاه أحد وقت الصدمة فرح تلقى أن التحرر أسهل التنظيف أسهل على الشخص اللي كان معاه أحد وأيضا غالبا تلقى المدة مدة التحرر من الصدمة أقصر الأشخاص اللي كان معهم أرواح مساعدة كانت المدة أقصر في أنهم تجاوزوا الصدمة بشكل أسرع طيب هو السؤال هو السؤال هو أنت طايح الآن لنفترض أنه في صدمة وأنت طايح وضعك جدا مزري أنت ليش ما تطلبون مساعدة هالسؤال الآن أنت طايح وحلتك حالة وتعيش في صدمة ليش ما تطلب المساعدة ليش الأشخاص اللي يوم من الأيام مروا بصدمة ولا كان عندهم أشخاص مساعدين ليش ما طلبوا المساعدة هالسؤال لازم نجاوب عليه اليوم ليش في أشخاص ما طلبوا المساعدة وقت الحاجة خلنا نقول لك أبرز الأسباب اللي تخلي الأشخاص اللي لا يطلبون المساعدة وقت ما هم في غاية الحاجة لها أول سبب شعور الكبرياء الكبر إذا كان الإنسان تقوده مرحلة الكبرياء أو يمر في حالة كبرياء صعب جدا أن يطلب المساعدة صعب يحس أنه ينكسر يحس أنه هو يعني باني إمج معين وباني يعني شيء يعني كثير فانسي كذا خمس نجوم بعدين يطلب المساعدة يحس أنه صارب ونجمة ونص لذلك هذا الشعور يخلي الشخص ما يطلب المساعدة ومرات حتى لو هو كان مصحصح وما هو في حالة صدمة ياخذ المساعدة بطريقة ملتوية عرفت؟ يخلي أنه أنت من مصلحتك أنك أنت تساعدني عشان ما يقولك أنت ساعدني أو عطني هذا الشيء أو أخدمني أو أنا أحتاج مساعدتك السبب الثاني اللي يخلي الأشخاص لا يطلبون المساعدة خيبات الأمل وخيبات الظن اللي صارت لما يكون طلب مساعدة مرة واثنين وثلاثة وخيبوا أنه يقول كلمتنا الحين يوم طحت كلمهم أنا مكلمهم أمس يوم أني أحتاجهم مكلمهم قبل أمس ومكلمهم أسبوع اللي راح وقال لهم أني أنا أحتاج مساعدتكم وخيبوا وظنني قالوا لي إي وكذا وبعدين مشوا الموضوع وبعدين سكتوني فأنا أعرف أنهم أصلا مرح يساهموا شيء هم سبق أنهم خيبوا وظنني أصلا ويوم أني أنصدم المرة اللي راحت طلبة المساعدة ولا أساعدون يوم يصير لي حادث المرة اللي راح تدقيت عليهم واحد واحد ولا واحد جاء يوم أدخل المستشفى آخر مرة تانكيو وكلهم عرفوا ولا واحد جاء يوم أنفصل آخر مرة كلهم جاهم الخبر ولا واحد كلم فيقولك أنا يعني أنا خايب أملي أصلا من هالمجموع اللي عندي ليه شرط المساعدة ليه ما أنا عارف الجواب أصلا عارف القصة اللي راح تصير الشيء الثالث اللي يجعل الشخص لا يطلب المساعدة برنامج برنامج يعني طريقة حياة يعني مرات أنت تتربى في أسرة ما فيها هذا الشيء يعني فيها أنت ناضج اعتمد على نفسك سد حلقك اشتغل بنفسك تبر حالك تصرف كذا البرنامج هو وقد يكون البرنامج أشد كنت أنت الشخص الكبير وأمك يعني عندها عشرة بزران غيرك الصباح تفتح الباب وتطلع لصديقاتها وللمول جل فتوفت الدنيا كلها ولتقل لك اه ااه انتبه تنبه اللي اخوانك غدهم عشهم تابع الموضوع ولي يريد ذاك نركز ذكرهم عن المذاكرة أبنxa يعني هل تتصور أن هذا الابن الكبير الي من الأيام يستطيع أن يطلب المساعدة ماheimه لا يقدر البرنامج كذا ما يتركب لا يستطيع أ ذو نجد أنت تطلب المساعدة انت اللي تساعد طول الوقت اي تطلب المساعدة اصلا غير مقبول انك تطلب المساعدة يعني لو جت امه وقال لها شوفي تراواج بالرياضيات صعب ودي تساعديني فيه يعني يستبعد انه يقوم بهذا الدول يستبعد انه هو يقول هذا الكلام يستبعد انه هو يطلب هذا الطلب لانه خلص هو نحط في برنامج انه انت اللي تساعد انت لا تطلب المساعدة فيكون هذا هو البرنامج اللي هو متورط فيه فمرات احنا نكون ضمن البرنامج هذا عشان كذا احنا ما نقدر نطلب المساعدة لكن افضل اذكرك انه لما تكون في ازمة لما تكون في صدمة لما تطيح احد اهم الاشياء في مثل هذه اللحظة اللي ممكن تنقذك من الاكزيتس حق الحياة ممكن تنقذك من سقوط احد الاجساد ممكن تنقذك من المرض ممكن تخفف عليك وطأة الصدمة بدرجة كبيرة جدا انك تطلب المساعدة طيب تسألني تقول اطلب مساعدة من مين من مين اطلب المساعدة خلبي بيعطيك نماذج الاشخاص اللي ممكن تطلب منهم مساعدة الشخص اللي يكون متاح وقت الصدمة يعي صارت الصدمة وهو موجود حاضر لهذه الصدمة صارت الصدمة وهو حاضر للصدمة لان احد الاحتمالات انه وجوده في هذا الموقف درس ورسالة له وعنده دور انه يقدمه فهذا ولا احد الاشخاص احد الاشخاص كنت في الشارع وجالك شيء وفي شخص هو اللي طلع قدامك ما تدري هو مين قل له لو سمحت ممكن تساعدني اتصل بالمستشفى اتصل كذا افعل كذا اصلح كذا قد يكون هو الشخص اللي موجود انه قدر مرتب الموضوع بطريقة انه هو يكون موجود في مكان الصدمة لانه هو روح مساعدة فهذا احتمال كبير انه الشخص المتوفر في مكان الصدمة الشخص الثاني اللي تطلب منه المساعدة اللي يسأل اللي دايما يسألك يقول محتاج شيء محتاج مساعدة اذا محتاج شيء يدك علي اذا محتاج اي شيء عطني خبر ها لا ينقصك شيء يعلمني اذا تبغاني تراني متاح طول الوقت شفت هذول الاشخاص اللي طوال الوقت هم يذكرونك شفت شفت دكتور خالد الماس اللي طوال الوقت يذكرونك اذا احتاج شيء تراني موجود ايضا ايضا هذول الاشخاص وقت الصدمة لازم تذكرون لازم الشخص الثالث تانكيو تانكيو اللي تبغى مساعدة وقت الصدمة الشخص المجرب يعني شخص انت تعرف ان مر بهذه الصدمة قبلك مر بهذه التجربة صحيح انه مو بالضرورة كلهم يكونون انجحوا في التجربة او في القصة وفي مرورهم في هذا القصة الصعبة او الصدمة الصعبة لكن من المحتمل ان يكون نجح في احتمال او على الاقل لما يكون الشخص عد شوي من وقت الصدمة يكون عند القدرة على تمييز الاشياء اللي تتسوى والاشياء اللي ما المفروض نهل تتسوى هذه مضمن الاسئلة اللي حطيتها لكم في اسئلة الصدمات ايش الشي اللي كان مفروض لازم يتسوى وقت الصدمة او الشي اللي كان مفروض لازم ما يتسوى وقت الصدمة قد مو بالضرورة يكون يعرف يطلعك من كل القصة بس على الاقل يقدر يحكي القصة اللي هو مر فيها مجرد معرفتك للقصة هي نوع من المساندة المشاعرية وقد يكون فيها بعض الالتفات لبعض الدروس اللي انت تحتاجها هذا هو الابرز ثلاثة اشخاص لازم تركز عليهم وقت الصدمة طيب هل انت انت روح مساعدة برضو هذا السؤال هل انت روح مساعدة ايش العلامات اللي تدل انك انت المفروض لما تصير صدمة تدخل وتساعد الناس ولا المفروض انك انت ضف نفسك وتمشي المفروض ان الارواح المساعدة يعرفون انفسهم لان هذا دورهم في الحياة هذا المفروض اذا انت روح مساعدة نقول انك انت تعرف من زمان انك انت روح مساعدة شكرا شكرا طيب ابرز علامة من علامات الارواح المساعدة واحد انك تتواجد وقت المصيبة لما دخلت طوخ طاح البيبي لما جيتهم لما مريت من عند المخر صار الحادث كنت مسافرة لما جيت من السفر طاح فلان مريض يوم دخلت عليهم في الدوام جاه الخبر التعبان بس دخلت قلت صباح الخير جاه الخبر يعني كان فيه كذا لحظة انه انت توصلين وانت توصل بعدين يجي الخبر انه دائم تحضر وقت المصيبة انت حاضر انت حاضر تحضر المصاعب طيها يعني ان روحك قادرة ويعني ان عندك دور ايضا عندك دور يعني بالطبيعة كذا بتقول وش اسوي خلني اسوي كذا وش اللي اقدر اسوي وش ممكن اساعد فيه ش ممكن اقدم فقد تعني ايضا هذه اشارة او علامة الى انه انت روح مساعدة ايضا علامة ثانية من الممكن انك تسمع كثيرا ممكن مساعدة ممكن تساعدني يلجؤون لك الناس ويطلبون مساعدة هذه ايضا احد العلامات لانه الناس ايضا وقت الازمات او وقت الصدمات او وقت ما هم في القيعان ترى هم شفافين اكثر يعني لانه تسقط الاجساد ففيهم براءة اكثر واتصال بالروح اكثر تخليهم قد يعرفون الشخص الانسب والروح الانسب للمساعدة فمن الممكن انه يقال لك ممكن مساعدة ممكن مساعدة الشي الثالث انك عندك قدرة وطاقة ومزاج عالي على تحمل الام الناس مو كل الناس تقدر تتحمل مو كل الناس تقدر تتحمل يعني في ناس تقدر شوية تساعد بعدين تنهار تمرض تطيح مو كل الناس تقدر بس انت لاحظت انك انت تقدر توقف مع احد مريض تعبان عنده مصيبة عنده مصايب الدنيا وتسمع لهم وتساعدهم وتقدم اللي تقدر عليه وتقدر تكون نفسيتك جيدة ومتماسك وبيتك ما تأثر ودوامك ما تأثر ولا صار اي شي يعني ممكن انت واقفة مع صديقتك صديقتك في حالة انهيار تماما وعندها صدمة ترجعين للبيت ترقصين وتضحكين ووضعك تمام ولا حد يحس انه انت كنت مع شخص مصدوم او تساعدين شخص يعني بين الحياة والموت تقولك مش انا هذي طاقة التحمل هذي انهم يتحملون من الام الاخرين يقدرون فيه شخص ما يتحمل ترى فيه شخص تقول له سالفة فيها مؤلمة سالفتين يقولك خالاص ترى اني ما عاد اقدر تنفع قلبي بيوقف من كثرة الالم اللي انتم عايشين فيه خالاص ما عاد يتحمل لكن فيه شخص ما شاء الله يقدر يعني يسمع كل الالام ويتحملها ويقلب الصفحة ويعني يعيش كويس ايضا علامة رابعة من العلامات انك روح مساعدة ان يكون عندك اداة وغالبا اداة مادية سهلة عليك مثل اليد او اللسان او المال غالبا ثلاثة هذه تكون واحدة فيهم عندك قوية وسهل انك انت تقدمها يعني سهل تسوي اشياء سهل تخدم بيدك او سهل تقول ما ندري موين تطلع الكلام بس انك تقول الكلام جيد تقدر تواسس شخص المصاب بواسات وف يعني خطبة عصماء وانت تقول ما حضرت تاوها صارت الصدمة قدامي وقلت كلام خطير وهدأ ويعني ما شاء الله عليهم يعني تقول حتى انا لو صارت لي صدمة ما اقدر اقول نفسي هذا الكلام تحس انه اوه في اداة عندك قوية او يدك يدك ان انت اقدر تسايyt تقدر تصليح تقدر تحط يدك تقدر تحس انه يدك تساعد تقدب مساعدة او المال تحس انه في اي لحظة تقدر تدفع وتحس دائما ان اموالك فيها百万 انها تصلح الاشياء الغلاط تصلح الاشياء التعبانة تصلح الاشياء اللي فيها مشاكل آخر علامة أبغى أقول لها أنك أنت من الأرواح المساعدة أنك تقبل أن تعطي بلا مقابل عادي عندك أنك تعطي بلا مقابل لأن مو كل الأرواح تقدر تعطي بدون مقابل ببعض الأرواح لا تنتظر لا أنا الآن قدمت المفضل يعني يرجع لي ننتظر عادي أنت تقدر تقدم بدون مقابل المكسورين يعني والضعفة عادي أنت تقدر تقدم بدون مقابل